بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الثاني من الدرس الخامس ونتكلم هنا عن ضرب كثيرات الحدود ماذا نفعل عندنا الطريقة الأفقية والطريقة الرأسية فالطريقة الأفقية نقوم بضرب الحد الأول في القوس الثاني كاملا كذلك 2x ضرب القوس كاملا ثم سارب ثلاثة في القوس كاملا ونفك الأقواس ثم نجمع الحدود المتشابهة ولعل أيصر طريقة هي الطريقة الرأسية بأن نضع الدلة الطويلة فوق والدلة القصيرة تحت ثم نقوم بضرب 2x في كامل الدلة العلوية فتكون 2 في 3 ب6 x في x تربيع بx تكعيب ناقص 2 في 2 ب4 x في x تربيع زائد 6x وهكذا بالنسبة لسالب ثلاثة سالب 9 x تربيع ونكتب كل حد تحت شبيهه حتى يسهل عين الحسابات ناقص في سالب بموجب موجب 6x ناقص 9 ثم نكون بتجميع الأعداد المتشابهة تنزل 6x تكعيب كما هي سالب 4 سالب 9 سالب 13x تربيع 6 موجب 6 12x ناقص 9 ماذا عن قسمة كثيرات الحدود وهي ما تسمى بالقسمة المطولة نقوم في البداية بكتابة المقصومة عليه هكذا 2x ناقص 3 وهنا القاسم تحت 6x تكعيب ناقص 13x تربيع زائد 12x ناقص 9 نقوم بقسمة الحد ذو الأس الأكبر تحت على الحد ذو الأس الأكبر في المقصومة عليه فنقسم في البداية الأعداد على الأعداد 6 على 2 فيها الثلاثة x تكعيب على x فيها x تربيع طبعا نطرح الأسس عند القسمة ونجمع عند الضرب ثم نقوم بضرب 3x تربيع في المقصوم عليه 3 في 2 6x تكعيب ناقص 3 في 3 9x تربيع ثم نغير الإشارات ونجمع طبعا يذهب هذا مع هذا سالب 13x تربيع نوجب 9 يعطي سالب 4x تربيع ثم تنزل باقي الحدود كما هي نقسم أيضا أكبر أس في الحد ذو أكبر أس في القاسم على الحد ذو أكبر أس في المقصوم عليه سالب 4 على 2 سالب 2 x تربيع على x فيها x ثم نضرب 2 في 2 4 سالب x تربيع سالب سالب موجب 2 في 3 6x ثم نغير الإشارات فنحذف هذا مع هذا 0 12 ناقص 6 موجب 6x ناقص 9 تنزل كما هي الآن نقسم 6x على 2x 6 على 2 فيها 3 3 وx على x فيها الواحد إذن 3 في 2x 6x و3 في 3 سالب 9 نغير الإشارات فتعطي أصفارا إذن خارج قسمة هذا المقدار هو 3x تربيع ناقص 2x زائد 3 وإذا هذه القسمة انتهت انتهت عند الأصفار وإذا لم تكن منتهية بأن بقي مثلا عدد 1 5 6 فيكون خارج القسمة هو الموجود فوق زائد هذا العدد المتبقي على المقسوم عليه ترجمة نانسي قنقر